موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم أيها الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها عن سؤال طالما وصلنا من المتابعين الكرام ويتعلى بالدعوات التي تتجدد في كل مرة وفي كل تاريخ بعودة الحراك الشعبي في الجزء حقيقة سؤال مهم كثيرا وطرحه الكثيرون هناك من تعامل معه بعقلانية ونقاش فعال وبناء وهناك من يتعامل معه بعاطفية سواء كان ضده أو كان معه فمن معه يعتبر كل من يقول بأن الدعوة إلى عودة الحراك الشعبي غير موضوعية لا تتوفر لها الشروط المناسبة للنجاح يجري تخوينه واعتباره بيداق وأدات من أدوات النظام القائم ومن يقول بأنه يجب أن تعود هذا يتهم أيضا كخائن وعميل ويوضع الجميع في سلة الواحد بلا أدنى شك بأن الجزائريين انقسموا إلى طبقات فيما يخص الحراك الشعبي ما بعد رحيل بوتفليقة هناك الكثير من الجزائريين عادوا إلى بيوتهم مقتنعين بأن رسالته أم انتهت رسالتهم فيما يخص الحراك الشعبي انتهت خرجوا ضد العهدى الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة وعندما انتهت هذه العهدى عادوا إلى بيوتهم هناك نسبة عادوا ولكن عودة حذرا حيث قالوا بأنه خلاص ذهبت العهدى الخامسة ذهب بوتفليقة ورحل بوتفليقة رؤوس كبيرة من العصابة تقبع في السجون هذه هي هذا الأمر جاءت مسار جديد يجب وفيه وعود أطلقت وعود يجب أن نتعامل بنوع من الثقة حتى لا تنجرف الأمور هناك من ما زالوا مترددين أحيان يخرجون أحيان لا أحيان يقتصر حراكهم على شبكات التواصل الاجتماعي فقط ولكنهم يرفضون هذا العهد الجديد يريدون التغيير الجذري الشامل على طريقة ثورات في دول الأخرى وهناك الطيار المتطرف الذي لا يعجبه شيء ولا هو موافق على شيء يريد أن هذه الدولة وهذا الدولة تسلم لم يتلم مفاتيح تبعها في شيء في صاحب شيء في حاجة وتهبطه لهم اللاقرون بوست تقول لهم مفاتيح لأس الجمهورية مفاتيح وزارة الدفاع الجنيرالات يضعوا الليمينات في يديهم ويهبط لهم هناك تقول لهم حاكمون المحاكم العسكرية تسلم لهم السجون تسلم لهم بهذا المنطق العبثي الذي لا يحقق شيئا أبدا لأن أي ثورة شعبية هي فكرة حقيقة ولكن تحتاج هذه الفكرة أن تتجسد فكرة نظرية تتجسد في طرق عملية متتالية وتحتاج إلى نخب ذكية وحقيقية فقط النخب التي تأتي وتخاطب الجماهير بطريقة أو تتماهى مع الجماهير حتى تكسب ودها لا يمكن أن تحقق شيئا النخب الحقيقية هي التي تقدم المشكلات وتقدم الحلول في آن واحد تخاطب العقل والقلب في آن واحد تخاطب تضع استراتيجية لا تنجر خلف الجماهير لأن الإنجراء خلف الجماهير هو أكبر كارثة تهدد الدول وتهدد الثورات الشعبية وتهدد أي خيارات تغيير تحدث في أي ملعب نحن نعلم أن الشعب الجزائري مر بمراحل مر بثورة أو حراك أكتوبر أو ثورة الغضب الشعبي في أكتوبر ثمانية وثمانيين بعد ذلك فجأت الديمقراطية والتعددية الحزبية ظهر حزب الإنقاذ سيطر على الشارع سيطر على العواطف أدخل الجزائريين في مجال التكفير واستغله طبعا جنرالات كانوا يسيطرون عن المؤسسة العسكرية استغلوا ذلك الخطاب المتطرف بسلوك متطرف مضاد فحدث التصادم بين متطرفين في العسكر وفي السلطة وبين متطرفين في المعارضة دفع الثمن الشعب غالي هذا بالمختصر المفيد ما حدث الجزائري في التسائل لكن لما جاءت فرصة الحراك الشعبي كانت هناك عوامل قوة أولا أن الشعب الجزائري بلغ درجة من الغضب لا يمكن وصفها على نظام بوتفليق على حال الجزائر الجزائري معروف بأنه يحتاج دائما يريد دائما زعيم الشعب الجزائري دائما يرى في الرئيس ليس رئيس جمهورية زعيم وهذا الذي حدث مثلا مع هواري بوميديون لما كان هواري بوميديون هو رئيس الدولة هو رئيس ولكن في نظر الجزائريين زعيم كانت قصص البطولة التي التي يتناقلها الجزائريون عنه عنه غريبة وليومنا هذا ما زالت الشعب الجزائري الذي عاش ثورة وعاش مرحلة أكثر 132 سنة وهو تحت الاستعمار وظهر الكثير من زعاماء الثوريين ضد الاستعمار ظلت في مخيان الشعب دائما يريد رئيس زعيم أما رئيس خاضع أو يتحكم فيه فلان وعلان بمجرد ما تسقط صفة الزعامة عن الرئيس يكون مكروه لدى الجزائريين ولذلك دائما الشعب الجزائري يريد الرئيس القوي الزعيم وجات مرحلة أخرى يحب الرئيس الزعيم الزاهد في السلطة صاروا يحب الرئيس الزعيم الزاهد في السلطة الذي ما تغريه السلطة ولا تغريه امتيازاته وهو يريد خدمة الجزائريين اليوم اللي ما يعجبوش يروح لداره عادي هذا لذلك عندما يأتي رئيس جمهورية ويبرز لجزائريين دور الزعامة من خلال سيطرة على مؤسسات الدولة خلال مواقف الخارجية تجاه فرنسا وتجاه كل الدول وأيضا من خلال عدم تشبثه بالسلطة فلهذا نجد بوتفريقة أن نؤدرك هذه اللعبة فكان في تلك المرحلة يتحدث بطريقة جيدة أتقن الدور كما ينبغي دائما يتحدث بأنني سأكون رئيس ولا يمكن أن أكون ربع رئيس يحاول أن يظهر في تلك الفطرة أنه مسيطر على المؤسسة العسكرية أنه لديه مواقف خارجية ويخرج للخارج ويتم الترويج إلى مشاهد معينة تغري الجزائريين بوتفريقة لعب على هذا الوتر لذلك حكم عشرين عاما حتى لما كنا نتحدث في تلك الفطرة عن الفساد فساد بوتفريقة الكثير من الجزائريين لا يصدقوننا لأنهم في مخيالهم أنه لا يمكن الزعيم إذا قلد شخص منصب الزعامة لدى شعبه لا يمكن أبدا أن هذا الزعيم يكون نصف أو يكون صارق أو يقرب بينه أشباه الرجال ولكن للأسف هذا الذي حدث في عهد بوتفريقة جاءت هذه المرحلة سقطت صورة بوتفريقة سقطت صورة النظام في عيون الجزائريين جاء بوتفريقة كل المتردية والنطيحة لناس لما يصلح أصلا إلى تلك المناصب ولا قدم مواجهات حقيقية من الرجال الذين لديهم قيمة الرئيس للناجح هو يجيب الرجال حتى يقولون لا في مجالسهم يجب أن يعتز بهم أما أولئك الذين يطبلون له ما يعطوش حتى رأيهم نعم حتى عاد صار صار يخرج وزراء ينزل قريب يقول بأنني أذهب إلى حمام بيتي في إطار برامج فخامة الرئيس وصلنا إلى هذا الحال بوتفلق على كرسي متحرك يظهروا في صورة الضعيف الذنين المشاهد تقشعر لها الأبدان وصلنا إلى حال الجزائر أصبح غاضب كل الغضب من السلطة حدث إجماع حقيقة رفض هذه السلطة خرج الجزائريون إلى الشارع زاد العامل قوة آخر يتمثل ورغم ذلك الظروف حاولت العصابة أن ترشحه لعهد خامسة يعني محاولة إذلال وإهانة الجزائر والجزائرين الجزائر العامل الثاني تخندق المؤسسة العسكرية مع الحركة الشهدية هذا أعطاه قوة وحمى الجزائريين لأنه لو لا تخندق بعد الله تعالى طبعاً لو لا تخندق المؤسسة العسكرية مع الشعب الجزائري في حراكه لا تم ذبحه من قبل الأجهزة الأمنية لو بقيت العصابة مسيطرة عليها وهذا الذي كانت تبيت العصابة عن طريق حاولت هذا الأمر لكنها لم تفلح حاولت أنها تعمل مجلس رئاسي ولكن كانت المؤسسة العسكرية من مرسل إذن هذا عامل القوة الثاني يتمثل في تخندق المؤسسة العسكرية بقيادة الأركام وبقيادة الفريق أحمد قايد صالح إذن جاءت عامل الأخرى كما قلنا سقوط هيبة وقيمة النظام استشراء الفساد الجزائريين صاروا يشوفوا في الفساد مش فساد مخفي صار ظاهر العيان واضح جاءت لعبة شبكات التواصل الاجتماعي أن السلطة لم تكن مسيطرة على الإعلام الإعلام المفتوح هذا ساهم مساهمة فعالة حيث نشرت ملفات صار التواصل ما بين الجزائريين سهل سهل أكثر مما يمكن تخيله وأنا أجزم لو توفرت هذه الحالة في مراحل معينة لكان الوضع عم ليس كما نرى إذن توحد الشارع الجزائري والقاسم المشترك بين الجزائريين كان رفض نظام بوتفريقة رفض مطلق زاد لقوة خندق المؤسسة هذه عوامل القوة بعض عوامل قوة توجد عوامل كثيرة ليس المجال لأن نتحدث فيها ولكن هذه العوامل كبيرة ساهمت في نجاح الحراك الشعبي ورحيل نظام بوتفريقة وكما شاهدنا المحاسبة العصابة وزج بهم في السيوء الآن السؤال المطروح الناس الذين يدعون إلى عودة الحراك الشعبي هل تسأل يوما هل هناك عوامل يمكن أن تعطي إلى هذا الحراك قوة يجب أن تتسأل أنت أنك تخوض في معركة وتريد أن تنتصر فيها يجب أن تناقش عوامل الضعف وعوامل القوة عوامل الضعف ها هي وعوامل القوة ها هي إذا وجدت أن عوامل الضعف أكثر من عوامل القوة في هذه الحالة يجب أن تراجع استراتيجيا أما إذا وجدت أن لديك عوامل قوة أكثر من عوامل الضعف هنا في هذه الحالة يجب عليك أيضا أن تراجع خطتك وتضع أشياء أخرى جديدة ما تبقى لي على نفس الخطاب المشكلة أنه خطاب المعارضة بقي نفسه والبعض يقولك لا هذا دليل على الثبات على المبادئ لا أبدا هذا دليل الغباء في عالم السياسة المبدأ يبقى ولكن الخطت تتغير التحالفات تتغير وهذه ليس ممكن اليوم أني كسياسي ومعارض مثلا أعطي مثال فقط أن هذا الشخص أنا ضده في مراحل معينة كنت ننتقده لكن جات مرحلة صار التحالف معه هو مصدر قوة للحراكة الشعبية يجب أن أتحالف معه هذا هو منطق السياسة أما أنني انتقدته منذ عشرين سنة وما زلت أنتقده والناس تهول وتطبل ليك في شبكة تشوف كيف تثابت على مبادئه هذا غباء استراتيجي هذا غباء استراتيجي بمعنى الكلمة هذا لا يقدم عليه إلا من يريد الفوضى فقط يريد الزعامة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعيم الحقيقي الذي يريد أن يقود معارضة معارضة يجب أن يحدد كثير من نقاط القضية المبدأي هو تغيير نظام هو مكافحة الفساد هو خلاج الجزائر من الأزمة هو استعادة الجزائريين لكرمتهم استعادة الجزائريين لحريتهم الحقيقية في بناء دولتهم وليس الحرية بمعنى الفوضى هذه هذه هي المبادئ ولكن الاستراتيجية قد تتغير اليوم ومرك ضد هذا بكرة هذا الشخص صار هو مفتاح اللغز في الطريق ممكن أنك تتحالف معه عادي جدا ولا تعتبر نقيسة أنا نجدهم أحيانا يجيبوا أقوال كاتب ولا مثقف ولا سياسي قالها في ألفين ولا قالها في التسعينات ويجيب لك واحد قالها اليوم يقول لك شوف التنقذات شوف التنقذات البارح البارح تنتقد تبون مثلا أنا انتقد تبون البارح انتقد تبون لما كان وزير أول ولا وما كذا اليوم هو رئيس جمهورية في يده مفاتيح الحل والعقد في البلد تقتضي الضرورة مثلا أنك تذكره وتتعامل معه بمنطق رئيس الدولة وبمنطق من يتحكم في البلاد آه أنت البارح تنتقد فيهم إذن أنت منافق وأنت متقلب وأنت كنت من قبل وأصبحت وكذا من هذا الكلام الفارغ الذي لا يمكن أن يبني دولة ولا يمكن أن ينجح مشروع إذن ما هي عوامل القوة أنا ألاحظ أنه لا يوجد أي عامل قوة عامل القوة الوحيد هو أنه الجزائر ما زال خلاص انكسر حاجز الخروج إلى الشارع كانت فطرة معينة الجزائريين لا يفكرون في الشارع أبدا تخذر مظاهرات الأطباء الفراملة المعلمين التلاميذ ولكن كلها كانت مطالب اجتماعية لأول مرة تخرج وينكسر هذا الحاجز ويصير لجزائريين مطالب سياسية في الشارع مع الحراك الشارع انكسار هذا الحاجز ممكن جدا ممكن جدا أنه يعتبر عامل قوة لكن هل هو عامل قوة ويحقق التغيير هنا الإشكالية أنت تخرج الجزائريين أو تخرج نسبة من الجزائريين للشارع ما هو المطلب مطلب إسقاط النظام ما هي العوامل التي يمكن أن تقنع بها الجماهير وتقنع بها المجتمع الدولي وتقنع مؤسسات الدولة الفاعلة وفي مقدمتهم المؤسسة العسكري إذن عوامل القوة التي كانت في 22 فيفري وما بعدها إلى حتى إلى فطرة ما خلال الست أشهر الأولى على الأقل كان الجيش متخندق كاملا مع الجزائريين حقق مطلب الجزائريين في إنهاء العهد الخامسة وأيضا حقق لهم في محاسبة الكثير من الفاسدين ولكن في نفس الوقت الجيش كان ينتظر من هؤلاء الجزائريين أيضا أن يستمعوا له ويتبعوا الخيار الذي أراده غير أن الخطاب المتطرف بدل أن يكون هناك تبادل تبادل في المصالح إذا صح التعبير أن الجيش طرف والشعب طرف نحطهم كل واحد طرف الاستراتيجي أو الحراك طرف والشعب الجيش طرف إذا حطيناهم بهذا المنطق إذن إذا الجيش حقق لك المطالب تبعك أنت أيضا هناك أمور نجب أن تتبعها تتمثل في الخطة التي وضعها الجيش لخروج أنت كيف تريد الجيش أن يحقق كل مطالبك وانت منطلق من واحد الوهم اسمه أنني أنا السلطة لا أنت صح تكون سلطة لكن وفق آلية معينة لديها شرعية قانونية ولديها شرعية دولية ولديها وتتمثل في المسار الانتخابي أنت ترفض في هذا المسار وتقول لي أنني نقف شرعيتي تتمثل في وقوفي في الشارع والكاميرا والشعارات التي أرفها عزيزي ما الذي يثبت أن هذا الأمر مطلب كل الجزائريين أو أن هذا خيار كل الجزائريين هناك مشكلية حقيقة لما خرج الشارع الجزائري ضد العهدة الخامسة خرج كل الجزائريين حتى لما خرجك الرافض صار الإجماع الجزائريين على رفض عهدة خامسة وعلى رفض بوتفليقة وعلى رفض العصابة من المسلمات لا تحتاج لا لصناديق الاقتراع ولا إلى شيء آخر أجمع كل العالم وأجمع كل الخبراء على أنه هناك إجماع شعبي حقيقي على رفض هذا القمر ولكن الآن أخي أنت الآن تطالب أن نشوف في بعض المظاهرات الآن الجمعات اللي يبثوا فيهم عدد محدود يا جماعة حاولوا ينفخوا بطرق تصويرية احترافية حتى يظهروا أنهم بزاف ولكن الحقيقة أنه عدد قليل كيف تريد الأقلية تفرض سلطتها على الأغلبي كيف تقول لي أن الرئيس انتخبت عليه نسبة أقلية طبعا هذا لا يعني صواب كل ما قلته هناك كثير من الجزائريين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع كموروث ورثوه على السنوات هناك اللي متشكك هناك اللي غير مبالي وهناك جزء أيضا كان رافض هذه الانتخابات حقيقة ولكن هذا لا يعني أنه كل من لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع هم كانوا ضد الانتخابات أو أنه كانوا معاك ما كانش حتى مؤشرا على كل إذن عوامل الضعف عوامل الضعف كثيرة أولا المؤسسة العسكرية ليست معاك مؤسسة العسكرية مع الخيار هذا الخيار الدستوري ومع رئيس الجمهورية المنتخب وهو منتخب وشرعيت لا شك فيها إيها حتى وإن كانت النسبة ما كانت مرجوة كان مرجو أكثر ولكن ذلك الوضع هذا لا يعني أنه غير شرعي وليقول غير ذلك لا يعرف القانون ولا يعرف شيء يعرف قد الخطبات والشعارات الرنانة إذن هناك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وكل المؤسسات الأخرى ليست معك أيها الشرع ولا يعني خروجك أنك يجب المؤسسة العسكرية أن تخضع لك ولا الأجهزة الأمنية يجب أن تخضع لك في إطار السلطة للشعب نعم السلطة للشعب والسيادة للشعب وفق الدستور ولكن عبر آليات انتخابية وليست آليات أخرى صندوق الاقتراع قال عبد المجيد تبو الرئيس الجمهورية إذن إذا تريد أن تفعل دورك الشعبي في هذا هناك استحققات أخرى جاية وكون قافز فقط كي يجي للانتخابات الرئاسية القادمة كون أنت الفائز إذن أيضا الأقلية الناس اللي يخاض الآن 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 الذين يطالبون يعطوا في تواريخ لعودة ما يسمى الحراكة الشعبي الآن هما أقلية شوف أقلية مش أغلبي أقلية بمعنى الكلمة هذا هذا واضح على عكس المرحلة الماضية على عكس المرحلة الماضية كانت الأغلبية الساحقة إذا لم تكن كلها بعد ذلك صار كل الشعب كل الشعب ومؤسساته ضد العهدة الخامسة إذن الآن هي أقلية إذن أقلية لا يمكن أن تفرض أجندتها أو تفرض مطلبها على الأغلبية إذن هذا هذا عامل قوة رئيسي أنت خاسروا الأمر الآخر أن هناك حرب على الفساد أكثر مما يستفز الجزائريين هي أولا أنه كان الرئيس غائب الآن عندهم رئيس جمهورية يشوفوه يروح يتحرك يتخذ قرارات يشوفوه وكثير من الأمور يقوم بها يشوفوه هناك حكومة هناك تعينات هناك أشياء أشياء غير موجودة إذن هناك سلطة قبل ما كانتش سلطة الأمر الآخر هنا حرب على الفساد الفترة الماضية كان الفساد هو الحاكم الآن هناك حرب على الفساد هناك وزراء هناك جنيرالات في السجون هناك قضايا تفتح هناك ناس خرين ما زالوا رايحين للسجون هناك ناس فرين الخارج تطارد فيهم مذكرة توقيف دولية إذن هناك حرب على الفساد المرحلة القادية هناك فساد وأي تحرك أنت تقوم به رح ينال المشروعية وينال الشعبية الآن هناك حرب على الفساد وأنت تتحرك في ظل هذه الحرب تظهر كأنك تريد إعاقة هذه المرحلة أمر آخر أنه في الفطرة المعلنة التي سقطت فيها كانت عوامل القوة كل في صف الحراك الشعبي الآن أي تحرك يكون في صالح العصابة خاصة إذا دعا إلى الفتنة ودعا إلى الصراعات ودعا إلى تأزيم الأوضاع سيكون في صالح لأنه كان هناك حراك خاص تقوم به العصابة وشبكاتها داخل المؤسسات الدولة وداخل دوليب الدولة وداخل الشارع الشعبي من أجل أن تجهض هذه المرحلة أنت جاي الآن تقول بأنك ضد العصابة ولكنك في الوقت نفسه تريد خدمة هذه العصابة من حيث لا تدل لأنه إجهاض هذه المرحلة سيؤدي بلا أدنى شك إلى طريق مفتوح على كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة أيضا وجود أجندات ماكرة صارت واضحة الجزائريين هناك أجندات فئوية هناك فئة معينة مثل ما يسمى البرباريس عندهم فئة معينة فأيضا هناك جماعة انفصالية من هؤلاء مثل حركة الماك وغيرها إرهأ هذه الحركة نعم حركة الماك لديها أجندة انفصالية ودخلت وتجذرت في بقايا الحراك الشعبي فأساءت للحراك الشعبي كثيرا وأضرت به هناك أيضا أجندات خارجية دعوات الفوضى الهلاكة التي تقودها قطر وغيرها وتستعمل تنظيمات وجماعات وكذا 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 هذه الأجندة الخبيثة القائمة في الجزائر التي هدفها ليس استقرار الجزائر بل هدفها الفوضى في الجزائر وهذا واضح قطر فتحت قناة لديها قناة فضائية مولت حركات منظمات أشخاص تمولهم وتقدمهم الكثير كل ذلك فقط من أجل الفوضى وإن كان في الظاهر أن الأدوات القطرية في العالم العربي هي التي تدعو إلى الفوضى في الجزائر في إطار مشروع كبير أكبر من قطر وأكبر من كثير من الدول بدأ التخطيط له من طرف المحافظين الجدد في البيت العبيض يتعلق بالفوضى التي سموها الفوضى الخلاقة وأنا دائما أسميها الفوضى الهلاكة إذن هناك أيضا أجندات قديمة من التسعينات أجندات مثلها أشخاص لديهم تصفية حسابات مع المؤسسة العسكرية مع قيادات عسكرية مع النظام القائم في الجزائر وهذه دائما أسميهم بقايا عن طرز وابري ولا تتجسد في جماعة رشاد التي هي تعتبر من بقايا هذا التنظيم فيهم حتى متشيعين على فكر فيهم حتى أشخاص متشيعين عقائدين وفيهم المتشيعين سياسيين وفيهم أجندات ليس المجال الحديث سيأتي اليوم الحديث فيها من بقايا حركة الفدا التي تدرب الكثير منهم في ثقنات الحرص الطوري وأيضا في جنوب لبنان بدأ منظمة حزب الله الإرهابي إذن أيضا الوضع هنا جائحة كورونا ما كانت هناك جائحة في الفترة جائحة كورونا لديها تأثير على القرار السياسي لديها تأثيرات اجتماعية لديها أيضا تأثيرات صحية أمنية أي دولية اقتصادية لديها تأثيرات على كل العالم تأتي أنت في ظل هذه الجائحة التي هددت العالم وأقتصاد الدول كبرى هددتها وتأتي أنت وتريد عودة إلى الحراكة الشهبي أعتقد بأنها مغامرة غابية أكثر مما يمكن تصوره إذن بالمختصر مفيد هذه بعض النقاط إذن كل العوامل الضعف والإنهاك موجودة لذلك أن الذين يغامرون الآن بالدعوة يدركون يقينا بأن دعواتهم لن تتلقى أي استجابة من عموم الجزائريين من يستجيب لهم هم أشخاص هناك من يعملون لصالح الأجندات هذه وهناك ما مغرر بهم ولا يدرون أصلا وهناك أيضا لدفعتهم مواقفهم إلى هذا الأمر ويتخيلون ويتوهمون أن هذا هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجزائر من النظام الذي أرأوه أقنع به أنه أنفسهم بأنه ما يحدث الآن هي نفسها العصابة السابقة واستمرار على أساس أن الرئيس إيس الجمهورية كان مع أبو تفليقة يا عزيزي لو رحنا هكذا نلقى 90% من الناس الذين يتظاهرون في الشوارع كانوا مع أبو تفليقة إذن هذا ليس هذا المعيار ومن يأخذ بهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث أي تغير في المستقبل فأنا أفرح لما نشوف واحد كان مع أبو تفليقة وبعد صار اقتنع بأنه ذلك المسار الفاسد الذي كنا ننادي به ثبت بالدليل وها هو الآن انتقل إلى جبهة أخرى من أجل العمل من أجل البلاد أنا أخذه من الجانب الإيجابي وليس الجانب السلم هذا باستثناء طبعا صناع القرار في نظام بو تفليقة الذين أفسدوا في البلاد وأضروا بالعباد إذن الدعوات هذه لن تصل إلى الاستجابة لذلك يدرك يقين هؤلاء وأنا تكلمت مع بعضهم يا رجل أنت كيف تدعو إلى عودة الحراك الشعبي أولا أنت ستذرب الحراك الشعبي الأول الأول تخلي الجزائريين يكرهوا كلمة الحراك الشعبي يكرهوها وإذا كرهوا الحراك الشعبي سيأتي يوم ويصير الناس الحراك الشعبي تسيئن بدل أن نسميه سميه اسم جديد من حقك تسميه اسم جديد وتحاول أن تحرف أنت تتمسح بحراك أجمع عليه كل الجزائريين وعاد الكثيرون منهم إلى بيوتهم وأنت فقط تريد استغلال هذا الاسم لتحقيق مكاسب معي وإذن أنت تسيئن الحراك الشعبي أنت أيضا تدرك يقين أنك لن تنتصر هو ما تريده أصلا هو دفع الشارع إلى التصادم لأنه عودت الناس إلى التظاهر ثم عودت إلى بيوتهم لن يؤثر في القرار الرسمي يقدروا يخليكم السلطة تظاهروا عشر سنين وخرجوا ورجع وخلي تأثر الاقتصاد وخليه وتخليكم هكذا وفي إطار حين عيد حقوق الإنسان ولكن في المقابل كأن حقوق إنسان آخرين ناس آخرين يسكنوا في المدن كأن الناس يريدوا أن يعودوا إلى عملهم كأن الناس حابين يخدموا على رواحهم أنت إذا كان حقك في التظاهر أيضا كأن الناس أخرى حابة تعيش لجب أن يكون التظاهر هذا منظم لا يؤثر عن حقوق الآخرين إذن هناك يحدث تصادم حقوقي مع الشارع الجزائري فيه مع الشارع الجزائري وشارع مضاد وأيضا مع الأجهزة الأمنية ولكن الهدف الأساسي هو التصادم بحدد هؤلاء الذين يحرضون يريدون أن يخرجوا الناس ويتمنون يتمنون أن يشوفوا في الأخبار العاجلة هناك قتلى في الجزائر إن شاء الله لكل من يتمنى ذلك يرد الله كيده في نحره يتمنى أن يشوف الدماء تسيل حتى يستعملها وحتى يقول بأن هذه السلطة ظالمة والسلطة قاتلة وهذا الذي غاضبوا منهم القبل لماذا صفوا حساباتهم منتقموا من الجايد صالح لأن الجايد صالح لم يتورط في دماء الجزائريين وقال كلمة شهيرة ولذلك غضبوا منه لأنهم كانوا يريدون الفوضى وليس يريدون خروج الجزائر من ذلك النفق المظلم الذي ورطتها فيه العصابة البتفليقية التي كانت حالك بل مختصر مفيد إخواني الكرام هذه نقاط نقاط الضعف ونقاط الهلاك وليست نقاط ضعف في هذه الدعوات هناك مسار انطلق والعودة إلى الخلف صار من المستحيل وإذا كان يريد هؤلاء الأقليات هذه اللي تخرج في الشوارع وإن كانت هناك مطالب ما زالت مشروعة يجب أن نقر بهذا الأمر هناك كثير من المطالب قلب الحركة الشعب لم تتحقق ولكن الظروف جاءت قاهرة الوضع في ظل هذه الجائحة العالمية كيف صار ولكن من المفروض ومن الواجب على الدولة أن تحقق ذلك وهذا الذي واضح أضح أن هناك المطالب لم تتحقق وهذه المطالب تحتاج إلى وقت وتحول السلطة مقرة بيها ومعبرة ولكن أدافع عن هذه السلطة ولا أنتمي إليها ولا أنا أدافع عن الموضوعية في التعامل مع الشأن الجزائري أدافع عن مسار يجب أن يتحقق حتى تخرج الجزائر من أزمتها بعيدا عن الفوضى الهلاكة وبعيدا عن دعاوة الهلاك ودعاة الفتن والتطرف والغلو التي تستغل مثل هذه الظروف من أجل إشعال الحروب النجسة والحروب المدمعة لذلك في الأخير أقول أن العقلانية والشعب الجزائري الذي خرج في حراك تاريخي إذا أراد أن يحقق كل مطالبه يجب أن يتهيكل في أطر داخل الدولة الجزائرية ووفق القوانين الجزائرية ويعمل أعمل جاي استحقاقات انتخابية جاي برلمان جاي إذن عليكم أن تتخندقوا في إطر معينة ومهيكلة من أجل أن يكون للحركيين نواب في البرلمان ويكون لهم هذه السلطة القادمة إذا مشيتوا في هذا المصار ستكون شعبية كاملة ولن يكون هناك في البرلمان لا أصحاب السحط السياسي أو المال السياسي ولا غيروا جاي مرحلة أخرى السلطة مستعدة إلى هذه المرحلة الجيش يطهر يطهر نفسه بنفسه من شبكات الفساد والإفساد التي ساعدت العصابة الأجهزة الأمنية أيضا تطهر وتطهر نفسها بنفسها أيضا مؤسسات الدولة أيضا في هذا المسار نحن الآن في مرحلة تطهير داخلي ومن يقول بأنه مباشرة بعد الحراك الشعبي أحلام الجزائريين المزركشة ستتحق بين عشية وضحاها فهو لا يدرك أبجديات التغيير ولا سنن الله في التغيير التي تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تجلد إذن نجب أن نكون هناك شوية موضوعية وشوية عقلانية لأن الأزمة التي غرقت في الجزائر خطيرة من غير هذا الإطار أعتقد بأن هؤلاء الذين يدعون إلى الحراك بهذه الطريقة وعودة المظاهرات وعودة ويطلقون في كل مرة تاريخ ويتم وفشله بهذه الطريقة أيضا يفقدون الحراك قوته وهيبته ووقاره وقدسيته ويقومون تنجيسه بمطالب فئوية ومطالب غلو وتطرف معروفة لدى الجزائريين ومطالب أيضا تدخل في إطار أجندات خارجية مدمرة للدول ومدمرة للأوطان إذا كان الشعب الجزائري يريد التغيير الحقيقي ما سار التغيير يجب أن يكون مضبوط في إطار قانونية وهناك سيفرض الجزائريون ما يريدون بالتدرج وبالمرحلية أما دون ذلك فأعتقد بأنه في هذه الحالة ستحدث فوضى في الشعب بدل أن نترك الشعب الجزائري متفق على أمر آخر أنه ضد الفساد مع التغيير مع وضع الكفاءات في مناصبها مع إخراج جيل من الجزائريين يحكمون بلدهم مع تطهير الشارع وتنظيفه من الكثير من الأوبئة الوضع الاجتماعي متدهور الوضع الأخلاقي متدهور الجريمة منتشرة الفساد لم يكن يقتصر على عصابة فقط أتوأ إن كانت تتحمل كل المسؤولية في إفساد المنظومة الطربوية في إفساد المجتمع في كثير من الأمور معالجة أزمات الجزائر تحتاج إلى التكاثف وتحتاج إلى الوقت وتحتاج إلى مسار معين مضبوط وواضح وبيّن ويحتكم إليه كل الجزائريين ودون ذلك أعتقد بأنه أنه سيؤدي إلى هلاك خل الجزائريين ربما يترحمون يوما على عهد العصابة إن نجحت هذه الفئات الفئات المتطرفة والفئات الغبية في الزج به في فوضى هي هو في غنى عنها ولن تحقق له شيئا بل أنه سيصير إلى ما صار إليه غيره بسبب سلطة فاسدة ومعارضة أيضا فاسدة شكرا لكم أحبة الكرام على حسن المتابعة ألقاكم بخير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله